بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله رح نستعرض الخط المستقيم وطريقة رسم الخط المستقيم بداية خلينا نتعرف على معادلة الخط المستقيم متى انا بعرف انه اللي امامي عبارة عن معادلة خط مستقيم زي ما انتو شايفين هنا انا مستعرض جميع الحالات اللي بيكون في عندي معادلة خط مستقيم اهم شيء في جميع هذه المعادلات انه الاكس اذا كان موجود فهو فقط اكس ما في اكس تربيع ما في جذر الاكس ما في واحد على اكس هو فقط اكس بجانبه اذا كان بجانبه شيء ممكن يكون بجانبه رقم كذلك الامر بالنسبة للواي اذا كان الواي موجود فان الواي بيكون بنفسه كده يعني ما في بجانبه الا رقم ممنوع يكون في تربيع او تكعيب او جذر او واحد على واي كل هذا ممنوع فقط المسموح هو انه يكون عندي اما اكس بالحالات اللي ذكرناها او واي بالحالات اللي ذكرناها ومجدروني كذلك يكونوا موجودين مع بعض يعني هذه المعادلة موجودين مع بعض هذه المعادلة موجودين مع بعض هنا كذلك هنا كذلك لكن ممكن تكون معادلة الخط المستقيم تحتوي فقط على واي يساوي عدد او على اكس يساوي عدد هذه هي الحالات اللي بيكون فيه عندي معادلة خط مستقيم على فكرة هذا الشكل وهذا 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 كلهم متكافئين في عندي تكافؤ بين هذه المعادلات اما يقول لي والله واي يساوي عدد في اكس زائد عدد يعني هنا عندي ميل وهنا التقاطع مع الواي اكسس يبقى هذه طريقة للكتابة ممكن ما يعطيني الطريقة جاهزة يقول لي اثنين واي مثلا يساوي اكس زائد واحد ممكن يقول لي اثنين اكس زائد تلاتة واي يساوي سالب واحد ممكن يقول لي تلاتة واي ناقص اثنين اكس زائد اربع يساوي صفر إما يكتب الواي على جهة والباقي على الطرف الثاني أو يشمل الاكس والواي في نفس الطرف أو يشمل الاكس والواي وإذا كان في عندي رقم في نفس الطرف كلهم هدول متكافئين ممكن أوصل من واحدة فيهم إلى الأخرى عن طريق عملية قسمة أو اللي هو تحريك من اليسار إلى اليمين تحريك من اليمين إلى اليسار كل هذا رح نستطيع الوصول من شكل إلى آخر هذه هي أشكال الخط المستقيم خلينا الآن نشوف طريقة رسم الخط المستقيم نيجي إلى المعادلة الأولى اللي موجودة عندنا عندي Y ساوي 2X زائد 4 أنا أبغى أرسم هذه المعادلة كل ما في الأمر أنه أنا بلزمني نقطتين يعني قيم للأكس وأحدد قيم للواي بناء على هذه الأكسز وأضع النقطتين على البلين وأرسم خط يوصل هذه النقطتين يعني أختار أي أكس؟ نعم أختار أي أكس على سبيل المثال أنا اخترت الأكس بصفر والأكس بواحد فلما الأكس بصفر باجي لهذه المعادلة وي بستبدل الأكس اللي فيها بصفر فرح يعطيني Y يساوي صفر زائد 4 بساوي 4 إذن لما الأكس بتساوي صفر الواي ب4 طيب لما الأكس بتساوي 1 باجي هنا بستبدل الأكس بواحد وبالتالي Y رح يساوي 2 في 1 2 زائد 4 6 يبقى النقطة الثانية هي 1 6 فأنا باجي الآن على البلين وين النقطة 0 4؟ لما الأكس بتساوي 0 الواي بتساوي 4 هذه أول نقطة هنا يعني ولما الأكس بتساوي 1 الواي بتساوي 6 هنا 1 وهنا 6 وبالتالي بحدد النقاط زي ما أنتم شايفين على البلين وبرسم خط مستقيم يمر بهذول النقطتين هذه هي بكل سهولة عملية رسم الخط المستقيم خلينا نشوف مثال آخر 2Y يساوي X زائد 1 زي ما قلنا اختار أي قيمة للأكس مثلاً للأكس بواحد والأكس بثلاثة فباجي هنا بستبدل الأكس بواحد بلاقي 2Y بتساوي 1 زائد 1 2 قسم الطرفين على 2 إذن Y يساوي 1 يبقى لما الأكس بتساوي 1 قيمة الواي بواحد طيب لما الأكس بتساوي 3 باجي هنا 2Y يساوي 3 زائد 1 4 قسم الطرفين على 2 يبقى لما الأكس بتساوي 3 الواي بتساوي 2 هذه النقطة الثانية فباجي على البلين X بواحد Y بواحد هذه X بواحد وهي Y بواحد هذه النقطة الأولى لما الأكس بتلاثة الواي باثنين هذه الأكس بتلاثة هذه الواي باثنين بحدد النقطتين على البلين وبرسم خط يمر بالنقطتين هذه هي رسمة الخط المستقيم أنتقل إلى مثال تالي 2X زائد 3Y يساوي سالب 2 خد مثلا الأكس بصفر وخد الأكس بثنين لما الأكس بصفر عندي 3Y يساوي سالب 2 هذا بروح تماما X بصفر قسم الطرفين على ثلاثة يبقى الواي بساوي سالب 2 على 3 ولما الأكس بثنين 2 في 2 رح يعطيني 4 زائد 3Y يساوي سالب 2 أنقل اللي هو الأربعة على الطرف الثاني وبالتالي رح يعطيك اللي هو ثلاثة Y يساوي سالب 2 رح يجيها سالب 4 سالب 6 قسم الطرفين على ثلاثة رح يعطيك Y يساوي سالب 2 إذن لما الأكس بثنين Y تساوي سالب 2 فباجي هنا على البلين لما الأكس بصفر Y بسالب 2 على ثلاثة سالب 2 على ثلاثة يعني قريبة من السالب 1 وبالتالي X هنا وسالب 2 على ثلاثة هنا لما الأكس بثنين الواي بسالب 2 هاي 2 وهاي سالب 2 هذي النقطة الثانية بحدد النقطة الأولى والنقطة الثانية على البلين وبرسم خط مستقيم يمر بالنقطتين كده بكون رسمة اللي هو معادلة الخط المستقيم رسمة اللاين طيب خلينا نشوف الآن أحياناً في ناس بتستسهل التعويض بالأصفار صح؟ وبالتالي ممكن أنا أخذ مرة الـ X بصفر وممكن أخذ مرة الـ Y بصفر على هذه المعادلة اللي موجودة عندي وبالتالي لما الـ X بصفر طلع يقسم على ثلاثة يبقى Y بتساوي سالب أربعة ثلاثة إذن لما الـ X بصفر الـ Y بسالب أربعة على ثلاثة طيب لما الـ Y بصفر تسهيلاً للحسابات لما الـ Y بصفر هذه تنتهي يبقى سالب اثنين X زائد أربعة يساوي صفر أنقل الأربعة الطرف الثاني سالب اثنين X يساوي سالب أربعة قسم الطرفين على سالب اثنين يبقى الـ X بتساوي اثنين يبقى لما الـ Y بصفر الـ X باثنين كده بهذا الشكل أنا بكون حددت الـ X intercept والـ Y intercept يعني تقاطع الدالة مع الـ X axis وتقاطع هذه الدالة اللي عبارة عن خط مستقيم مع الـ Y axis فلما الـ X بصفر الـ Y بسالب أربعة على ثلاثة اللي هي قيمة موجودة هنا ولما اللي هو الـ Y بصفر الـ X باثنين وبالتالي رح يعطيني هذه النقطة هنا يبقى تقاطع الدالة مع الـ X axis تقاطع الدالة مع الـ Y axis بحدد النقطتين هي فقط عملية اختيار للـ X والـ Y فقط ليس أكثر ولا أقل لكن في النهاية أنا بلزمني نقطتين لرسم اللي هو معادلة الخط المستقيم اللي موجودة بهذا الشكل عندي X وعندي Y إلى الأشكال الأخيرة اللي موجودة عندي عندي Y يساوي عدد Y يساوي عدد هذه عبارة عن معادلة خط مستقيم أفقي يمر بالقيمة Y يساوي 2 يعني رح يكون بهذا الشكل Y يساوي عدد هو خط أفقي يمر بالقيمة اللي موجودة هنا Y يساوي 2 هذا هو Y يساوي 3 كده Y يساوي سالب 1 كده لو كانت X بتساوي عدد X بتساوي عدد عبارة عن vertical line عبارة عن خط عمودي يمر بالقيمة حق اللي مكتوبة هنا وبالتالي X يساوي 4 رح تلاقوا إنه رسمتها بهذا الشكل كده X بتساوي 4 X بتساوي أي عدد خط عمودي vertical line يمر بهذا العدد كده منكون وصلنا لنهاية كلاسنا هذا أتمنى إنه تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم يعطيكم العافية وبارك الله فيكم على المتابعة شكرا